بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض النهاردة ان شاء الله سنة ربعة هناخد درس جديد اسمه العوامل المشتركة لعددين أو أكثر والعامل المشترك الأكبر عين ميم ألف تعالوا نجيب مع بعض عوامل العددين 18 و 24 ثم اوجد العوامل المشتركة بينه تعالوا الأول نشوف عوامل العدد 18 18 عبارة عن 18 في 1 و 2 في 9 و 3 في 6 يبقى عوامل العدد 18 هي 1 و 2 و 3 و 6 و 9 و 18 طيب العدد 24 عبارة عن 1 في 24 و 2 في 12 و 3 في 8 و 4 في 6 يبقى عوامل العدد 24 هي 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 و 24 تعالوا نجيب العوامل المشتركة بينه العدد 18 والعدد 24 يعني هشوف في عوامل العدد 18 إيه اللي موجودة عندها وموجودة عند الـ 24 الواحد موجود والإثنين كمان والتلاتة برضو والستة موجودة لا بقى الأرقام مش موجودة يبقى العوامل المشتركة بين العددين 18 و 24 هي 1 و 2 و 3 و 6 تعالوا نجيب العوامل المشتركة بين العددين 18 و 16 هنجيب 3 عوامل المشتركة ما بينهم عوامل العدد 8 8 عبارة عن إيه؟ عبارة عن 8 في 1 و 2 في 4 يبقى عوامل العدد 8 1 و 2 و 4 و 8 طيب 16 عبارة عن 16 في 1 و 4 في 4 و 2 في 8 تعالوا بقى نشوف إيه هي العوامل المشتركة ما بين الـ 8 و 16 الـ 1 و 2 و 4 و 8 يعني 1 و 2 و 4 أخذ أي 3 عوامل المشتركة ما بين العددين طيب تعالوا نجيب كده 3 عوامل المشتركة ما بين الـ 12 و 28 الـ 12 عبارة عن إيه؟ 10 في 1 و 3 في 4 و 2 و 2 في 6 يبقى عوامل العدد 12 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 طيب تعالوا نشوف إيه هي عوامل العدد 28 28 عبارة عن كم في كم؟ 28 في 1 و 2 و 4 في 7 و كم؟ و 2 في 14 في عوامل العدد 28 1 و 2 و 4 و 7 و 28 و 14 تعالوا نشوف إيه هي بقى؟ العوامل المشتركة ما بين الـ 12 و 28 الـ 1 موجود والـ 2 مرضو موجودة والـ 4 موجودة في حاجة تانية؟ لا يمس يبقى العوامل المشتركة بين العددين هي 1 و 2 و 4 طيب بيقولي حلل كل من العددين الـ 6 و 15 إلى عوامله الأولية ثم يوجد العامل المشترك الأعلى يعني عين مين ألف تعالوا نحلل الـ 6 يعني إلى عواملها إيه؟ الأولية يعني الـ 2 و 3 و 5 و 7 تعالوا نشوف كده مع بعض الـ 6 على الـ 3 تديني كام؟ تديني 2 و 2 على الـ 2 هتديني 1 يبقى العوامل بتاعة 6 عبارة عن 3 و 2 طيب الـ 15 تعالوا نقسمها على 3 هتديني 5 5 على 5 هتديني 1 يبقى الـ 6 العوامل بتاعتها 3 و 2 والـ 15 العوامل بتاعتها 3 و 5 هنعملي دلوقتي هنجيب العامل المشترك الأعلى يعني إيه؟ يعني العوامل اللي موجودة في الـ 6 العوامل اللي موجودة عند الـ 15 يعني هنا الثلاثة متكررة عند الـ 15 الـ 2 موجودة عند الـ 15 لا طيب والـ 5 هنا موجودة عند الـ 6 لا يبقى العامل المشترك الأعلى هيبقى الثلاثة بس لاباخد الأرقام المشتركة ما بين العددين الـ 6 الثلاثة عندها مشترك والـ 15 الثلاثة عندها مشترك تعالوا تعيد نشوف سؤال تاني وجد العامل المشترك الأكبر للعددين 20 و 16 تعالوا نحلل مع بعض إلى 20 و 16 هنا إلى 20 هنقسمها أول حاجة على الاتنين هتديني كام؟ هتديني عشر إلى عشرة تقبل إسمها برضو على الاتنين هتديني خمسة والخمسة على نفسها خمسة على الخمسة هيديني واحد تعالوا نشوف 16 16 على الاتنين يديني تمانية 8 على الاتنين يديني أربعة 4 على الاتنين يديني 2 2 على الاتنين هيديني واحد يبقى ناخد بلنا مع بعض نعوامل العدد 20 هي الـ 2 والـ 2 والـ 5 طيب عوامل العدد 16 هي 2 و 2 و 2 و 2 أربعة اثنينات هنعمل إيه بقى في العامل المشترك الأكبر؟ هنشوف الأرقام اللي تكررت هنا الاتنين اتكررت كم مرة؟ اتكررت مرتين يبقى أخذ الاتنين دي مرة وناخد دي كمان مرة يعني هقول اتنين في اتنين هيديني كام؟ أربعة يبقى بعمل إيه؟ باخد كل الأرقام اللي مشتركة ما بين العدد 20 والعدد 16 هنا الاتنين نزلت وهنا الاتنين القرر التاني تنزل واضربهم في بعض يبقى أديني أربعة تعالوا تشوف مثال تاني إيه وجد العامل المشترك الأكبر ما بين الـ 15 والـ 18 والـ 21 هنحلل مع بعض الـ 15 هتقبل اسمه على 3 هتديني 5 5 على الـ 5 هتديني 1 طيب الـ 18 نقسم على كام على 3 وبعد كده هتديني كام؟ 6 6 ورضو على الـ 3 هتديني 2 2 على الـ 2 هيتديني الـ 1 21 تقبل اسمه على 3 هتديني كام؟ 7 7 على 7 هتديني 1 ابقى مع بعض هنا كده الخمستاشر إيه هي العامل بتاعتها الثلاثة والخمس الثمنتاشر العامل بتاعتها ثلاثة وثلاثة واثنين الواحد وعشرين إيه هي العامل بتاعتها الثلاثة والسبعة تعالوا بقى نشوف إيه هي الأرقام اللي تكررت في الثلاث أرقام أو الثلاث أعداد الثلاثة موجودة هنا موجودة هنا موجودة هنا بقى تنزل هنا ثلاث تعالوا نشوف فيه أي أرقام تانية متكررة الخمسة لأ الثلاثة لأ الانين برضو لا والسبعة لا يبقى باخد الأرقام اللي متكررة يعني التلاتة دي لو اتكررت أكتر من مرة هاخدها يبقى هنا العامل المشترك الأكبر هيبقى التلاتة يبقى لازم تكون التلاتة دي متكررة في التلات أرقام والخمسة لازم برضو تتكرر في التلات أرقام يبقى باخد كل الأرقام اللي مشتركة ما بين العددين أو التلاتة وبضربهم في بعض زي في المثال ده الـ 20 والـ 16 اللي اتنين اتكررت مرتين يبقى اضربهم في بعض هيديني أربعة وبكده يا سنة ربعة يكون درس النهاردة خلص إيه هو كان الدرس كان اسمه العوامل المشتركة لعددين أو أكثر والعامل المشترك الأكبر بكده نكون خلصنا درس النهاردة مع بعض